بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة كل واحد منا أحياناً يمر بظروف ضيق اكتئاب حزن مع العلم أن المؤمن عندما يتعرف إلى هذا الخالق العظيم يدرك قدرة الله في خلقه ورحمة الله عز وجل ويدرك مغفرته وكرمه سيكون أسعد الناس وأكثرهم فرحاً برحمة الله تبارك وتعالى ولكن ما هو الحل إذا مر بالإنسان بعض الظروف الصعبة بعض الحالات من الضيق بعض الحالات من الاكتئاب التي قد يتمنى فيها الموت وهذا الكلام حصل مع سيدة مريم عليه السلام قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسياً منسياً الحل أيها الأحبة لهذه الظاهرة التي قد تصيب أحدنا في هذا الحديث العظيم قال عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به يعني ينبغي على المؤمن أن لا يتمنى الموت فإن كان لابد متمنياً فليقل هنا الشاهد أيها الأحبة دققوا معي هذا الدعاء ينبغي أن نتعلمه ونردده لأن نبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذا الدعاء في حال أنك تعرضت لظرف أحسست بنوع من الاكتئاب نوع من الضيق نوع من الحزن أحياناً الإنسان ضعيف أيها الأحبة الله تعالى يقول وخلق الإنسان ضعيفاً ويقول أيضاً يريد الله أن يخفف عنكم فهذا النبي أرسله الله رحمة للعالمين أرسله ليخفف عننا أيضاً ضغوط هذه الحياة هذا الدعاء أيها الأحبة يريح النفس الحزينة أحفظوا جيداً رجاءاً قال عليه الصلاة والسلام اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني ما كانت الوفاة خيراً لي سبحان الله كلمات رقيقة وعظيمة وبليغة وتحدث أثراً في عقلك الباطن على فكرة يعني لو نظرنا إلى هذا الدعاء من وجهة نظر علم النفس نجد أنك تغرس وتطبع في عقلك الباطن قضية التوكل الكامل على الله والتسليم الكامل لأمرك وترتاح نفسياً لأن الإنسان ما الذي يشعره بالضيق مشكلة لا يجد لها حلاً اختصار أنت متى تشعر بالاكتئاب أو الضيق لديك مجموعة من المشاكل لا تجد لها حلاً فتقع في هذا الضيق فبذلاً من أن تتمنى الموت أو تتمنى لو أنك غير موجود أو غير ذلك النبي علمنا هذه الحالة أو هذا الدعاء اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني ما كانت الوفاة خيراً لي يعني أنت تختار الخير إذا كان الموت خيراً لي الحمد لله يعني هذا أمر الله وقضاءه إذا كان الموت خيراً لي أو كانت الحياة خيراً لي فأنا مع ما يختاره الله لي انظروا أيها الأحبة لأن رجوعك إلى الله ومصيرك إلى الله وسوف تقف بين يدي الله والله هو الذي إما أن يدخلك الجنة أو النار ولا ياذب الله فمصيرك إلى الله وإلى الله المصير أمرك إلى الله وإلى الله ترجع الأمور حياتك كلها بيد الله فهذا التسليم الكامل لله عز وجل هو علاج أيها الأحبة علاج لحالات الضيق التي يمر بها الإنسان وحالات الاكتئاب يعني أنا أعتبر هذا الحديث من أهم أساليب العلاج النفسي للاكتئاب اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي يعني يا رب أنا الآن على قيد الحياة فاختر لي الخير في هذه الحياة يسر لي فعل الخيرات أبعد عني الاكتئاب هذا معنى الدعاء وتوفني ما كانت الوفاة خيراً لي العمر أيها الأحبة الأجل مكتوب فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أجلك محدد منذ أن كنت في مرحلة المضاء يعني بحدود 42 يوماً وأنت في بطن أمك كتب رزقك وعملك وأجلك وشقيون أو سعيد الأجل محدد مسبقاً لن تستطيع أن تغير شيئاً في ما كتبه الله عليك إذن مدام كل شيء مكتوب أنا لماذا أفكر لماذا أرهق عقلي ودماغي وأجهد نفسي في شيء هو مكتوب أصلاً لن يتغير الرزق أيضاً مكتوب أيها الأحبة كل تفاصيل حياة الإنسان مكتوبة عند الله طبعاً مع أن الله وضع للإنسان حرية الاختيار بشكل كامل ولكن العلم الذي هو عند الله علم الغيب أعظم بكثير من حدود عقولنا لن نستطيع أن نعلم يعني علم الغيب ولكن الله يعلم الغيب ويعلم كل تفاصيل حياتنا وهي مقدرة علينا أيها الأحبة ليست مقدرة إكراهاً لا اختياراً لذلك يعني لا أريد أن أطيل عليكم أنصح كل إنسان عندما يعني يحفظ هذا الدعاء عندما يمر بحالة من الضيق أن يدعو به اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني ما كانت الوفاة خيراً لي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحين على الإيمان ويتوفان على الإيمان وأن نلقاه وهو راضي عننا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكراً 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 شكراً